أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسرين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة الرحمن في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة هذه السورة العظيمة سورة الرحمن اسم على مسمى فاسمها الرحمن وهي سورة الرحمة افتتحت بالرحمة وذكر الله عز وجل فيها ألوانا كثيرة من رحمته لعباده وبدأ بأهمها وأعظمها وأجلها وهو القرآن فالقرآن رحمة الله على عباده لا صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا به ولذلك قال الرحمن علم القرآن ثم ذكر أصنافا من رحمته بعباده ونعمه عليهم منها خلقه لهم ومنها تسخير الشمس والقمر لهم ومنها هذه الزروع والثمار التي منحهم الله إياها ومنها هذه البحار وأشياء كثيرة ذكر الله عز وجل من النعم التي نراها ونلمسها في دنيانا ومنها أيضا تذكيرنا بما خلقنا من أجله وتخويفنا من النار فإن من نعم الله عز وجل أنبين لنا الحقيقة التي خلقنا من أجلها وأنه يجب علينا أن نستعد لها ولم نأخذ على غره بل أنذرنا وحذرنا وذكر الله عز وجل مآل المكذبين الضالين المجرمين ومآل من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهواء هذه السورة سورة مكية وهي إحدى سور المفصل المفصل الذي يبدأ بسورة قاف أو سورة الحجرات على اختلاف بين العلماء في ذلك إلا أن المفصل عند ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبدأ بسورة الرحمن ولذلك روى الإمام أحمد عن زر أي زر ابن حبيش أن رجلا قال لابن مسعود إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة قال أهذا كهذ الشعر لا أبالك لقد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين من أول المفصل وكان أول مفصل ابن مسعود سورة الرحمن يقول الله عز وجل في هذه السورة الرحمن والرحمن اسم من أسمائه جل وعلا وهو اسم لا يجوز أن يسمى به أحد غيره وهو على وزن فعلان الدال على المبالغة والامتلاء فهو سبحانه وتعالى له الرحمة الكاملة الواسعة الشاملة لأمور الدنيا والآخرة الرحمة التي تسع كل مخلوق البر والفاجر المؤمن والكافر والرحمن من أسماء الله عز وجل يختلف عن الرحيم في فروق يسيرة ذكرها أهل العلم فالرحمن دلال على الوصف القائم به جل وعلا والرحيم دلال على الوصف أو على فعله سبحانه وتعالى وما يرحم به عباده والرحمن أوسع من الرحيم فالرحيم للمؤمنين كما يقول بعض أهل العلم والرحمن لعموم الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر والناس وغير الناس كل ذلك داخل في اسم الرحمن ثم ذكر أعظم ألوان رحمته فقال علم القرآن أي علمكم القرآن بأن أنزله إليكم وأقرأكم إياه وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل وجبريل تلقاه من رب العزة والجلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأمة وحفظه لهم وأقرأهم إياه وحرص على إيصاله لهم عليه الصلاة والسلام ثم قال خلق الإنسان وهذا يدل على أن نعمة تعليم القرآن أعظم من نعمة خلق الإنسان لأن الإنسان لو خلق وليس معه هذا القرآن لكان من حصب جهنم فالقرآن هو العاصم للإنسان من الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة علمه البيان لما ذكر خلق الإنسان ذكر الخصلة التي يتحصل بها على علم القرآن وهي البيان فقال علمه البيان أي بيان الحروف والكلمات علمه المنطق هذا هو الصحيح في معناه وليس كما يقول بعضهم علمه البيان أي طريق الخير والشر بل علمه البيان الذي يبين به عن مكنونه فيتحدث ويتكلم وبهذا يعرف القرآن فلولا البيان ما عرف القرآن ولا تعلم قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان بعدما ذكر أصل الأصول والنعمة العظمى وهي القرآن ثم خلق الإنسان بيّن ما سخره الله عز وجل لهذا الإنسان فقال الشمس والقمر بحسبان يعني الشمس والقمر لهما حساب معلوم ولهما نظام متقن وقوله بحسبان أي بحسبان عند الله وقد جعل الله عز وجل حساب الشمس والقمر جزء منه متاح للبشر ولذلك يعرفون بها دخول الفصول والليل والنهار والأوقات أوقات الصلوات ودخول الأشهر ونحوها كل ذلك لأن الخلق يتعلمون حساب هذه الآتين الآيتين وهما الشمس والقمر وذلك المسلم ما يتيه خصوصا إذا كان تعلم حساب القمر وحساب الشمس حساب القمر تعرف بدخول الأشهر الهلالية التي ترتبط بها كثير من الأحكام الشرعية بل وحتى الأحكام الكونية والشمس لمصالح الناس في دنياهم فإنهم يعرفون بها المواسم الحر والبرد والربيع والخريف والشتاء ومواسم الزرع والريح ونحو ذلك قال والنجم والشجر يسجدان النجم الذي في السماء والشجر الذي في الأرض يسجدان لله قد أذعنا له وهذا من تسخير الله عز وجل فإن الجميع مربوب مسخر لله جل وعلا هذا قول والقول الثاني أن النجم هو صغار الشجر يعني والنجم الذي هو صغار الشجر والشجر الكبير يسجدان لله عز وجل وهذا قول مشهور عن كثير من السلف لكن الأقوم والله أعلم أن النجم المقصود به نجوم السماء لماذا؟ لأن الغالب في إطلاقه على هذا فإذا أطلق النجم والنجوم في القرآن فالمراد بها هذه الكواكب التي نراها في السماء ولأن الله جمع بين الشجر والنجم في خاصية السجود فقال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر فجمع بين النجوم والشجر في أمر السجود فدل ذلك على أن المقصود بالنجم في سورة الرحمن هو النجم المعروف في السماء ولا مانع من حمل الآية على هذا وهذا لأنه لا يختلف به المعنى إن قلت النجم يعني صغار الشجر والشجر الكبار كلاهما تسجد لله أو قلت النجم الذي في السماء والنجم الذي في الأرض والشجر الذي في الأرض يسجدان لله كله صحيح وهذا من باب اختلاف التنوع قال والسماء رفعها رفعا بقدرة عظيمة فنحن نرى هذه السماء ولا نرى شيئا يمسكها فمن الذي رفعها ومن الذي أمسكها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده رفعها ووضع الميزان أي وضع العدل الذي توزن به الأمور فالعدل وضعه الله لكي يزن العباد به أمورهم ويرجع إليه ويحكمه في سائر شؤونهم فيحكم بالعدل قال الله عز وجل ألا تطغوا في الميزان نهاهم عن الطغيان في الميزان وهل الميزان المراد به هذا الميزان الذي توزن به الأشياء يعني يعرف به المثاقيل أو الثقل أو هو العدل كلاهما يمكن أن يحمل عن الآية والآية تتسع لهذا وهذا ثم قال وأقيموا الوزن بالقصط أي إذا وزنتم فأقيموه بالعدل والمقصود بالوزن هنا وزن الأشياء إذا وزنتم فزنوا بالقصطاص المستقيم وإياكم أن تحيفوا أو تظلموا أو تزيدوا أو تنقصوا من غير حق ظلما وعدوانا وتعلمون أن أمة شعيب كانت ممن يطفف في المكاييل والموازين ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهلها يخسرون في الميزان وكانوا من أسوأ الناس كيلا فأنزل الله فيهم قولة ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فصار أهل المدينة بعد نزول هذه السورة أحسن الناس كيلا وأنا لاحظت هذا إلى اليوم الكيل الحسن موجود في المدينة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم فلا يكونوا من أهل التطفيف في كيلهم أو ميزانهم قال الله عز وجل والأرض وضعها للأنام الأرض جعلها الله عز وجل للخلائق إما أن يكون الأنام الإنس والجن وإما أن يكون الأنام الإنس وحدهم وإما أن يكون الأنام الخلق الذين خلقهم الله عز وجل من الحيوانات والبهايم والحشرات والإنس والجن وغيرهم فالأرض وضعت لهؤلاء جميعا ولذلك لا تكاد تجد حياة على غيرها لأن الله هيأ هذه الأرض لذلك ولأن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن فنحن اختصرنا بهذه الآية مسافات هائلة وشاسعة جدا مما لم تعرفه الحضارة الغربية الحضارة الغربية كانت تريد أن تصعد إلى هذه الكواكب وتستولي عليها وتسكن فيها وتسابق إليها وتمنع الناس وتحجزهم عن أن يدخلوا إليها وبذلوا من أجل ذلك لا نقول المليارات بل التريليونيات من الدولارات من أجل أن يسابقوا إلى تلك الكواكب حتى يحجزوها ويسكنوا فيها ولكن خابت كل مساعيهم وذهبت كل أموالهم ولم ينتفعوا من دراساتهم أو بحوثهم أو أعمالهم التي فعلوها في الصعود إلى الكواكب ومحاولة اكتشافها ومحاولة السكن عليها لم يستفيدوا من ذلك شيئا نحن عندنا آية اختصرت لنا ذلك كله والأرض وضعها للعنام ما في مكان يمكن يسكن فيه البشر إلا هذه الأرض ولا يستطيعون بل قالوا إن الثوب الذي يصنع لمن يريد أن يصعد إلى القمر قيمته 93 الدولار ثوب بس حتى تتوائم لكي تجلس على القمر لا تجلس مدة طويلة وإنما أيام معدودة فما خلق الله مكانا يصلح لك أيها الإنسان إلا هذه الأرض وإذلك قال والأرض وضعها للعنام فيها أي هذه الأرض فاكهة والنخل ذات الأكمام ذكر الفاكهة بعمومها وخص من بينها النخل لأن النخل تجمع بين كونها فاكهة يعني ثمرها فيه فاكهة وفيه قوت أو هو قوت وفاكهة وحلوة ودواء وغذاء ولا تكاد تجتمع هذه الأشياء الخمسة في شيء من الطعوم إلا في التمر قد رحم الله عز وجل أهل هذه الجزيرة بأن وفر لهم هذا التمر التمر لأنه لم يكن في بلادهم شيء كثير من الرزق والعيش وإذلك كانوا يعيشون عليه ويقتاتون به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر أهله جياء لأن لما عنده التمر خلاص هذا هو إنسان مستحق لأن يتصدق عليه ومن عنده التمر فعنده الفاكهة والقوت والحلوة والغذاء والدواء قال الله عز وجل والنخل ذات الأكمام الكم هو القمقم الذي يخرج منه العذق أو قن التمر هذا الكم أول ما يخرج من النخلة عندما يأذن الله عز وجل بنتاجها هو ثم ينفلق فيخرج منه عذوق التمر ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان جمع الله عز وجل بين النخلة هذه الطويلة العالية الرفيعة ذات التمر الذي يؤكل مباشرة لا يحتاج إلى طبخ ولا إلى نفخ ولا إلى نار ولا إلى غيرها بل تأكله مباشرة وبين الحب الذي يحتاج إلى الطبخ ويحتاج إلى الدق وعجن وطحم وغير ذلك جمع الله بينهما لأن أصول الطعام تجدها في هذا وهذا فمن اكتمل عنده الحب والتمر فقد اكتملت عنده أصول الطعام ومن نقص عنده أحدهما فإنه يعيش بالآخر قال والحب ذو العصف والريحان ذو العصف قيل ذو التبن لأن الحب ينبت في سنبلة أو في ساق عليه ورق إذا حصد منه الحب فإن الباقي يصفر ثم يصبح تبنا والتبن هو هذا الهشيم الذي يبقى بعد الزرع وقيل العصف هو ذات الحب يعني السنبلة التي فيها الحب هذا هو العصف والريحان هو الورق الملتف على ذلك الساق فكأنه لما قال والحب ذو العصف أي ذو الحب أو القمقم الذي فيه الحب والريحان أي الورق الملتف على ذلك الساق هذا يسمى ريحان لأن الناس يرتاحون لرؤيته في خضرته عندما يخضر وقيل والحب ذو العصف العصف هو أول ما تنبت هذه البقلة السنبلة تكون عصفا فإذا استوت ونمت واخضرت وزانت صارت ريحانا والعلم في ذلك عند الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم الله عز وجل عليكم أيها الثقلان تكذبان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة على الجن كلما سمعوه يقول ويقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فكانوا يحمدون الله سبحانه وتعالى ويصدقون الآية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قرأ عليهم فسكتوا قال ما لأرى الجن أحسن جوابا منكم ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا لا ولا بنعمة من نعمك يا رب نكذب أو كما قالوا ولذلك ينبغي الإنسان أو يستحب له إذا سمع الآية أن يقول لا بشيء من نعمك يا رب نكذب وهذه الآية ترددت في هذه السورة 31 مرة لأن هذه السورة بنية على رحمة الله وذكر وتعداد نعمه على العباد فينبغي الإنسان أن يتفطى الله وهل المقصود بها التكرار المجرد لا بل إنها تذكر في كل موطن ما يناسب ذلك الموطن يعني ليس معناها في كل الآيات واحدة بل إنها تختلف من موطن إلى موطن آخر قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار هذا مثل التفصيل للإجمال في الأول قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وهنا فصل في خلق الإنسان كيف حصل ليعتبر الناس بذلك قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال أي خلق الإنسان الذي هو أبو الإنس وهو آدم عليه الصلاة والسلام من صلصال كالفخار وهو الطين المتجمد الذي له صوت إذا نقر له صوت إذا نقر فإن قلت قد ذكر الله عز وجل أن آدم قد خلق من تراب وفي بعض الآيات من طين وفي بعضها من حماء مسنون وهذه الآية من صلصال كالفخار فكيف كان ذلك قلنا في كل موطن يذكر مرحلة من مراحل خلقي آدم عليه الصلاة والسلام فكان من مراحل خلقه أنه أولا خلق من التراب فوضيف إلى التراب الماء فصار طينا ثم ترك الطين حتى تغير فصار من حماء مسنون أي متغير الريح ثم بني هذا البناء ويبس فصار صلصالا كالفخار والفخار هو الطين المطبوخ الذي تصنع منه أواني الماء ويسمى عندنا في بلادنا هنا الزير يسمى عندنا الزير وهذا الطين الذي قد أحرق ثم يبس وتجمد فتوضع فيه الأشياء قال الله عز وجل وخلق الجان من مارج من نار أما الجن فلم يخلق من الطين وإنما خلقوا من النار كما ثبت بذلك الحديث كما دلت عليه الآيات القرآنية العظيمة وقوله من مارج من نار إما أن يكون من لهب النار أو من خالص النار قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله عز وجل عليكما أيها الثقنان تكذبان لا نكذب بشيء من نعمك يا ربنا قال الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين هذا أيضا مثل التفصيل للإجمال الذي بدأت به السورة في أول السورة قال الشمس والقمر بحسبان وهنا قال رب المشرقين ورب المغربين فبين أنه سبحانه وتعالى جعل للكون جهات مشرق ومغرب وشمال وجنوب والمشرق والمغرب صلتنا بهما أكثر من صلتنا بالشمال والجنوب من جهة أن الشمس والقمر لهما مشرق ولهما مغرب يشرقان من جهة ويغربان من جهة وهذا من رحمة الله عز وجل لأنه لو لم يكن في الكون مشرق ومغرب وشمال وجنوب ما عرفنا نستدل فيها أرض ولتهنى فيها ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا وقال رب المشرقين ورب المغربين إنما سماهما مشرقان لأن الشمس في شروقها لها نهاية في الجنوب ولها نهاية في الشمال فهي في وقت الصيف تشرق علينا مثلا في بلادنا هنا من أقصى نقطة من الشمال وكل ما حادثنا أو تعامدت علينا الشمس ازداد الحر عندنا وفي الشتاء تذهب إلى أقصى الجنوب فهي تشرق من أقصى الجنوب ولذلك لما تبعد عنا يصبح عندنا هذا البرد الذي نعاني منه كما في هذه الأيام مثلا وهذا بسبب تعاد الشمس عنا أو عن مركز الأرض أو عن مناطقنا إلى مشرق جنوبي فالشمس لها مشرقان مشرق في أقصى الجنوب ومشرق في أقصى الشمال وبذهابها في هذا الاتجاه ورجوعها يحصل اختلاف الفصول السنوية وكذلك لها مغربان باختلاف مشرقية باختلاف مشرقية وعندنا في بلادنا مثلا يقول لك إذا أردت تصلي العصر اجعل الشمس في عينك اليمنى في الصيف وفي عينك اليسرى في الشتاء لأنه لاختلاف مطالع الشمس ومغاربها فإن قلت قد ورد في القرآن رب المشارق والمغارب وورد رب المشرق والمغرب أما رب المشرق فنظرا للجهة مشرق ومغرب وإن قيل المشارق والمغارب فالمقصود مشرق الشمس في كل يوم ومغربها في كل يوم لأن الشمس في كل يوم لا تطلع من نفس المكان الذي طلعت منه بالأمس انتبه لهذا بل هي تمشي في مسيرها ثلاثمائة وستين يوما كل يوم لها مشرق ولها مغرب لكن نحن لا نناحظه في كل يوم لأننا لا نحسب ذلك بدق ولذلك علقت الأحكام الشرعية على شيء يعرف ويرى ويحس وهو القمر ولم تعلق على الشمس لأن الناس لا يستطيعون إدراك ذلك إلا بحساب إلا بحساب ولا يعرف ذلك إلا العلماء ونحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان أي أرسلهما قيل لألا يلتقيان وقيل مرج البحرين يلتقيان أي أرسلهما وجعلهما يلتقيان ثم قال بينهما برزخ لا يبغيا بينهما حاجز يحجز بينهما فلا يبغي أحدهما على الآخر وهذا ملاحظ في الأنهار أو البحار التي تلتقي مع الأنهار كيف يدخل الماء السائل الذائب من مياه الأنهار إلى جوف البحر ومجراه معلوم لا يختلط بماء البحر علما بأن المكونات الأصلية واحدة وهذا آية من آيات الله عز وجل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أي حاجزا ومانعا من أن يلتقيها أو من أن يختلط من أول لحظة يصطدم فيها قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله عليكما أيها الثقلان تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي يخرج من هذين البحرين العذب والمالح اللؤلؤ والمرجان قال العلماء إن اللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من البحار ولا يخرجان من الأنهر وهذا إن صح فلا يضير لأن الشيء الشيء إذا خرج من أحدهما كفى ومثله قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطع يا معشر الجن يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وليس من الجن رسل بل هم من الإنس وإن لم يصح هذا الذي الدعي فإن الأنهار ينبغي أن يكون فيها لؤلؤ ومرجان والبحار كما هو معلوم فيها اللؤلؤ والمرجان وما الفرق بين اللؤلؤ والمرجان قيل اللؤلؤ هو الكبار الجيد والمرجان هو الصغر وقيل العكس وقيل اللؤلؤ هو اللؤلؤ المعروف هذا الذي يبحث عنه الناس في البحار والمرجان معدن أحمر يستخرج من البحر والعلم عند الله قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله تكذبون أيها الإنس والجن وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى أي لله عز وجل الجوار والجوار لم يختلف المفسرون في بيان أنها هي السفن لأنها تجري بأمر الله عز وجل في عرض البحار وتحمل للناس أثقالهم وتبلغهم مقاصدهم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام قيل المنشآت هي ما رفع قلعه من السفن يعني ما كان له سارية وقد وضعت عليها هذه الشرع التي يوجه بها توجه بها السفينة بحسب سيري وجريان الريح فهذه تسمى منشآة وقيل المنشآت المبتدئات التي ابتدأنا في البحر له الجوار المنشآت التي ابتدأنا في البحر أو المنشآت المنشآت كما في قراءة حمزة المنشآت ابتدأنا هن والمنشآت ابتدئ بهن فكلاهما بمعنى الابتداء لكن المنشآت بمعنى ابتدئ بهن والمنشآت بمعنى ابتدأنا أنشأنا الخوض خوض عباب البحر وله الجوار المنشآت كالأعلام أي كالجبال ترى السفينة من بعيد مثل الجبل سبحان الله تمشي في الماء راسية راسخة من الذي أجراها وحملها هذه الأثقال إنه الله سبحانه وتعالى والسفن يا إخواني منافعها على العباد كثيرة جدا يعني لولا أن الله يسر هذه السفن لما رأيتم الأشياء بهذه الأثمان لرأيتم أثمان الأشياء التي تؤتى بها من البلاد بأضعاف أثمانها انظر في السفينة لا يحمل شيء بوزنه وإنما يحمل بحجمه بخلاف الطائرة تحمل الأشياء بثقالها فيقال لك كم كيلو يسمع لك بدخوله في الطائرة لأن الطائرة ما تحمل إلى أثقال معينة أما السفينة فحمل ما شئت مدينة بكمالها تجد فيها ألوف من الغرف والسيارات والمتاع والأثقال والأحمال وهذا من نعم الله عز وجل على عباده أن يسر لهم هذا البحر وهذه السفن يحملون عليها أثقالهم قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبا ثم لما ذكر بهذه النعم انتقل سبحانه وتعالى إلى التذكير بفناء ذلك كلها وكأن السورة سيقت سوقا إلى هذه النهاية فقال كل من عليها فان هذه الشمس والقمر وهذه المنشآت والجواري وهذه الأنهار والأشجار وكل ما عليها من الأناس كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام ذو الجلال أي ذو المهابة والعظمة الذي يجل ويهاب لعظمته والإكرام الذي يكرم عباده المؤمنين أو والإكرام الذي يكرم من عباده المؤمنين يكرمونه سبحانه وتعالى ويجلونه ولذلك يجب على الإنسان أن يجل الله وأن يجل كل شيء يتصل بالله وتعرفون قصة بشر بن حالف الحافي كان رجلا ماجنا فاسقا عربيدا فمر في طريق فوجد ورقة ملقاه وفيها باسم الله الرحمن الرحيم فأجل الله فرفعها ثم غسلها وطيبها ثم وضعها في مكان عالي فأتي في المنام فقيل له لنرفعنا ذكرك كما رفعت اسمنا فرفع الله ذكره في العالمين حتى ضرب به المثل في الزهد والعبادة وكان الإمام أحمد يجله إجلالا عظيما لزهده ويعني عبادته رحمة الله تعالى عليه قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله عليكما أيها الثقلان تكذبان ثم قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن أي هذه المخلوقات كلها تسأله وتلتج إليه وتفتقر إلى جنابه العظيم وتطلب حاجاتها منه كل يوم هو في شأن يميت ويحي ويرزق ويرفع ويخفض بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله قال الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان هذا تهديد من الله للعبادة لأن الله عز وجل سيفرغ لهم وهل المقصود أن الله سيفرغ لهم بمعنى أنه يقصد إليهم أو تهديد لهم وإلا ليس بالله شغل الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء فهذا لون من ألوان أو تعبير عند العرب يراد به التهديد وأنه يجب على الإنسان أن يحذر وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فعندما تقول الإنسان سأتفرغ لك قد لا تقصد بذلك أن تخلي نفسك من جميع الأشغال ولكن أن تقصد إليه وتستهدفه قال الله عز وجل سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قدم الجن هنا على الإنس وفي كل المواطن التي يقدم فيها الجن على الإنس لأن العمل يناسبهم وهم أقدروا عليه كل ما كان العمل مناسب للجن وهم أقدروا عليه فإن الآيات تقدم أو يقدم في الآية الجن وإذا كان أنسب بالإنس قدم الإنس فمثلا في قول الله عز وجل قل إن قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا القدرة على الإتيان بمثل القرآن متصورة من الإنس أكثر من تصورها من الجن لأن الجن أهل جهل وغفلة وعي وليس كالإنس أهل فصاحة وبيان وعلم وعقل فلما كان كذلك قال قل إن اجتمعت الإنس والجن فقدم الإنس وهنا لما جاء إلى النفوذ والسير في أقطار الأرض والسماوات والطيران ونحوها قدم الجن لأن ذلك يتصور من الجن أكثر من الإنس قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا إن استطعتم أن تهربوا إذا جمعكم الله عز وجل يوم يجمع الثقلين ويجمع الخلق في صعيد واحد فاهربوا ما تستطيعون يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لا مفر ما هناك إلا الحساب والجزاء وأن تلاقي مصيرك ولا تستطيع أن تفر من الله عز وجل قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض يعني من نواحيها فانفذوا اهربوا إن استطعتم لا تنفذون إلا بسلطان إلا بأمر من الله جل وعلا لا تستطيعون النفاذ إلا بقدرته إذا أقدركم على ذلك ولن تقدروا ولن يقدركم لأنه جمعكم ليحشركم ويجازيكم قال الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي نعم الله عليكما تكذبان عندما ذكركم بهذا الذي سيصير إليه أمركم لكي تستعدوا وتتأهبوا للقاء الله قال الله عز وجل يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتصران أي إذا أردتم ذلك ورغبتم فيه أرسل الله عليكم شواضا من نار لهبا من النار يكويكم ويحرقكم ويعدمكم إعداما قيل الشواض هو اللهب من النار وقيل هو الدخان دخان النار ونحاس فلا تنتصران النحاس قيل هو دخان النار وقيل هو النحاس المعروف يرسله الله سبحانه وتعالى على من يريد أن ينفذ وأن يهرب فالله عز وجل يمنعه بذلك قال فلا تنتصران فلا يستطيع أحد منكم أن ينتصر وأن يجد من ينصره من عذاب الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعمك من نعمك يا ربنا نكذب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع علينا وعليكم بفقه كلامه وفهم كتابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك